الخليفة العام للطريقة التجانية فضيلة الشيخ أبو بكر منصورسي يؤكد اليوم الثلاثاء بالرباط أن إحداث مؤسسة محمد نسادس للعلماء الأفارقة يعكس رؤية الواضحة والاستشرف المبكر لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد نسادس للأزمات التي تعصف بإفريقيا والفهم العميق لأوضاع المسلمين في العالم وأوضح الشيخ أبو بكر منصورسي في كلمة بمناسبة الجماعة عقده وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق مع وفد من علماء الطريقة التجانية يقوم بزيارة للمغرب أن إحداث هذا الصرح المغربي يعد ميلادا لصحوة مباركة وسدا منيعا لوقاية القارة الإفريقية من التيارات المتتظفة الوافدة عليها لو أردنا أن نختار أو أن ننتقي الألفاظ والكلمات التي يمكننا أن نعبر بها عما يختلج في مواطن أسرارنا من ملامح الفرحة والسرور لعجزنا عن ذلك إلا أن قلوبنا تشعر بفرح كبير وارتياح لما قام به جلالة الملك مولانا أمير المؤمنين نصره الله وحفظه ورعاه من توجيه دعوة مولوية كريمة وسامية إلى فضيلة الشيخ أبي بكر محمد المنصور الخليفة العام لطريقة التجانية والوفد المرافق له لزيارة المغرب من أجل توطيد وترسيخ وتدعيم الروابط الروحية والصلاة المعنوية التي تربط بين بلدين الشقيقين ومن جهته أبرز السيدة توفيق أن زيارة الخليفة العام لطريقة التجانية الذي خلف المرحوم الشيخ عبد العزيزي والوفد المرافق له تأتي في إطار توطيد الروابط الروحية الأخوية التي تجمع المملكة المغربية ممثلة في إمارة المؤمنين وجمهورية السينغال في هذا العصر يجدد مولانا أمير المؤمنين هذه العلاقات وهذه الصلاة سواء فيما يتعلق بالرعاية الدائمة والمستمرة للعلاقات مع الطرق التجانية وغيرها من الطرق الصوفية في هذه البلدان الإفريقية أو فيما يتعلق بإنشاء مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة لأن العلماء والصوفية هم وجهان لعملة واحدة فيما يتعلق بالتبليغ الدين والدفاع عن قيمه وكذلك في إنشاء معاد محمد السادس لتكون لأئمة المرشدين والمرشدات وبهذه المناسبة قدم وزيد الأوقاف وشؤون الإسلامية للخليفة العام لطريقة التجانية المصحف المحمدي وكتاب دلائل الخيرات وذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج لمؤلفه الشيخ محمد المعطي بن صالحة الشرفي